عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة وسبل التصدي للتصديات والعقبات التي تؤثر بالسلب على الصناعة المصرية وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بدراسة مشكلة المصانع المتعثرة كما أكد أهمية السعي الجاد لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي مشدداً على أولوية توطين الصناعات الواعدة في مصر كما وجه الرئيس السيسي باستكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة ونقل التكنولوجيا بمشاركة القطاع الخاص وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعات المصرية محلياً وخارجياً أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي رفض مصر استمرار الحرب في قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسي في اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط مشيراً إلى مسؤولية الدول الكبرى والمؤثرة للتدخل والضغط على إسرائيل للتوقف عن اتباع سياسة حافة الهوية والاختيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وخلال اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسية الأمنية لاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل استعرض وزير الخارجية نتائج الاتصالات التي أجراها مع عدد من وزراء خارجية المنطقة وخارجها مؤخراً بهدف احتواء حالة التوتر والحيولة دون اندلاع مواجهات عسكرية وساعة النطاق هذا وأكد عبد العاطي أنها لا يوجد بديل عن حل الدولتين دعياً الاتحاد الأوروبي وجميع شركاء العملية السلام لتكثيف الجهود من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيليين ضد الفلسطينيين والعمل الجاد نحو هدف إقامة الدولة الفلسطينية والأعتراف بها أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون مصرين بالخارج جبدر عبد العاطي اتصلاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال على الروابط الوثيقة التي تجمع مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً وحرص مصر على دعم وتعزيز علاقاتها مع الإمارات في كافة المناحي مشيراً إلى تطابق رؤى الجانبين أحيال قضايا المنطقة وأسبل التعامل مع التحديات المشتركة وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين تبادل الرؤى والتقديرات حيال تطورات الوضع في قطاع غزة والمساعي الهادفة للوصول لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع حيث تم التأكيد على أهمية وقف الحرب على قطاع غزة في أسرع وقت باعتبارها السبب الرئيسي في زيادة حدة التوتر والتصعيد غير المسبوق في المنطقة وقد استعرض وزير الخارجية نتائج الاتصالات المكثفة التي قام بها على مدار الأيام الماضية بهدف احتواء التصعيد القائم والحيلولة دون اتساع رقعة المواجهات بشكل يمس استقرار الإقليم بأكمله ومصالح شعوبه وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال إسرائيلي والفصائل الفلسطينية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطيني أن فصائل المقاومة أوقعت قوات الاحتلال في كمين مما أصفر عن مقتل وإصابة عدد منهم يأتي هذا في الوقت الذي شنت في قوات الاحتلال عدة غارات عنيفة على مدينتي غزة وخان يونس مما أصفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين تبادل حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف على طول الحدود وعلن حزب الله استهداف موقع الصمق الإسرائيلي بالأسلحة الصاروقية ومقر قيادة الفيلق الشمالي الإسرائيلي في قاعدة عين زيتيم بصواريخ الكاتيوشا ومن جانبه أعلى الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو دمر منصة تابعة لحزب الله في منطقة سجد جنوب لبنان أطلقت منها مصيرة صوب الجلال شارك ألاف المحتجين المنهدين العنصرية بتظاهرات في عدة مدن بريطانية تنديدا بممارسات اليمين المتطرف وأعمال العنفة التي استهدفت المهاجرين في الأيام الأخيرة وأتجمع ألاف المتظاهرين شمال لندن في حين نظمت تحركات مماثلة ضد العنصرية في مدن بيرمنجهام وبريستول وليفر بول واندلعت أعمال شغب ليلية استهدفت المساجد وفنادق ومساكن ينذل فيها مهاجرون في بلدات ومدن إنجليزية منذ مقتل ثلاث فتيات في 29 من يوليو الماضي ورياضيا يواجه المنتخب الوطني الأولمبي اليوم نظيره المغربي في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس وخسر المنتخب الأولمبي أمام نظيره الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة التي جمعتهما في إطار منافسات دور نصف النهائي بينما سقط منتخب المغرب الأولمبي أمام إسبانيا بهدفين مقابل هدف